ابقاء وكالة بيتش للتصنيف الاعتماني على التصنيف السيادي لدولة الكويت عند اي اي مع نظرة مستقبلية مستقرة يأتي من خلال اشارة الوكالة الى ان نقاط القوة الاعتمانية الرئيسة في الكويت تتمثل في الميزانية المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي النظرة المستقبلية المستقرة التي اكدت عليها وكالة بيتش للتصنيف الاعتماني تجاه التصنيف الاعتماني السيادي لدولة الكويت يأتي من خلال نقاط القوة الاعتمانية الرئيسية في البلاد في الفترات السابقة فترة صعود النفط وفترة ان النفط وصل الى اسعار قياسية في السوق حصل لميزانية الكويت خلينا نقول طبقة حماية او طبقة عازلة لفترات الركود الاقتصادي بحيث ان هذه الطبقة العازلة التي تسمى بالفائض تكون يعني مساند في فترات الشدة بعد فترات الرخاء ولكن مع الاسف اللي حصل في كورونا في 2020 والنزول الغير متوقع لأسعار النفط والجمود الاقتصادي وهذا ابعد واغسى من موضوع الركود اثر على هذه المعادلة واذاب هذا الطبقة الحماية للميزانية لذلك في الفترات السابقة خلال سنتين نزل التصنيف الاعتماني يمكن اكثر من ثلاث مرات ولكن ولله الحمد من تقريبا سنة او اقل بدأ التصنيف الاعتماني يثبت بالكويت لانه صار فيه ثبات في اسعار النفط دولة الكويت ستظل قادر على الوفاء بالتزامات خدمة الدين المحدودة في السنوات القادمة اعتمادا على الاصول الموجودة لديها الامر المنشود لجميع الاقتصاديين والمختصين في الاقتصاد والاكاديميين منهم هو الابتعاد عن النفط ويكون هناك موارد بديلة للدولة وقد لما نقول احنا بعيدا عن النفط بتروكيماوية اساسية موجودة تعطيك دافع وتعطيك معنا لذلك النظرة المستقرة اللي كانت في التقرير الاخير وتصنيف الكويت ان شاء الله نتطلع في المستقبل ان يكون هناك نظرة افضل ونظرة ايجابية مش فقط مستقرة ويصعد تصنيف الكويت ويكون هناك حلول لان ميزانية الدولة وموازنة العامة للدولة يكون لها مورد اخر ولو بشكل خجول في البدايات بعدين ممكن يكون مورد اساسي مع النفط الميزانية العامة في دولة الكويت تظل من بين اقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها وكالة فيتش للتصنيف الاتماني على الرغم من تقلبات اسعار النفط منذ عام 2014 نواف شراكي تنزل دولة الكويت